من القاهرة ينضم لنا عبر الأخماص صناعية دكتور إيميل أمين مدير مركز الحقيقة لدراسات سياسية والاستراتيجية دكتور مساء الخير أهلا بك معنا بعد مرور أربعة أسابيع ماذا حققت العملية الشاملة السيناء مؤكد كما رأيتهم في التقرير السابق تحقق يوما تلو الآخر عمليات نوعية على الأرض انتصارات نوعية على الأرض لكن يعني يعني لي أن أتوقف على ملاحظة ما في تقريركم أن الذي تم ضبطه اليوم لم يكن أربعة وثلاثين عبوات أر بي جي إنما الخطير للغاية أنها أربعة وثلاثين صاروخ من نوعية جراد كورنيت وأربعة عبوات أو قذافة أر بي جي هذا يستدعي السؤال الهام فقط مداخلة بسيطة على ملاحظتكم التقرير ذكر بأنه أربعة وثلاثين صاروخ وقذاف أر بي جي ذكر ذلك نوعية الصواريخ الموجودة في التقرير بشكل عام يعني التي تم ضبطها هي صواريخ توجد لدى الجيوش تسليح جيوش وليس تسليح أفراد نعم أيضا ما تم هدمه اليوم من مخازن ومن مخابئ تم رسمها بواسطة ما يشبه سلاح المهندسين في الجيوش النظامية هذا أيضا يضع أمام المشاهد فكرة جيدة عن من الذي يدعم هذا الإرهاب في هذه المناطق وبنفس القدر المهمة الملقاها على عاتق الجيش المصري والانتصارات التي تحقق يوما تلو الأخر بالنظر إلى نوعية هذه الصواريخ التي ذكرتها صواريخ يعني ربما كما ذكرت ليس من الممكن أن تكون بيد أفرادية بيد جيوش نوعية صواريخ أيضا المخازن والمعامل لتصنيع العبوات الناسفة التي تم تدميرها من قبل الجيش هذا كله على ماذا يدل بالتحديد فيما يخص هذه الجماعات الإرهابية وماذا كان باستطاعتها أن تفعل أظن الأسبوع الماضي كنت قد تشرفت بمداخلة هاتفية معكم في نفس التوقيت وقلنا فيها ولازال نقول أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم الدلالة والتبعية والاستحقاق أن مصر تحارب جماعات منظمة لها قيادات مركزية خارج مصر تقودها أما الجزء الآخر من سؤالك فإذا لم تكن القوات المسلحة المصرية قد بادرت إلى تلك العملية سنة 2018 كي تكون عملية جامعة مانعة شاملة على الصعيد اللوجيستي على الأقل فقد كانت الخسائر لتكون أفدح في الداخل المصري وفي عموم المنطقة مع الأخذ في عني الاعتبار أن مصر تحارب على أكثر من جبهة الشمال الشرقي على الظهير الغربي وربما على الجنوب أيضا نعم طيب الخطوات القادمة التي سيقوم بها الجيش المصري في هذه العملية الشاملة سنة 2018 بحسب المعلومات لديكم بحسب أيضا دراستكم ومتابعتكم للوضع الميداني يعني بداية الذي تبع البيان الخامس عشر الذي صدر اليوم عن قيادة القوات المسلحة والعمليات في سيناء العملية مستمرة لأن الذي جرى في أرض الفيروز طوال الأعوام الماضية ربما يحتاج إلى فترة أطول من ثلاثة شهور لتطهيرها الأمر الآخر بالتوازي مع التطهير من الإرهاب عملية التنمية تنمية سيناء زرعها بالبشر قبل الحجر هذا المشروع الذي يكرس له الرئيس السيسي جهوده أيضا رجال الأعمال فتح سيناء للاستثمار لتكون هذه الجموع البشرية هي حائط الصد والرد الأول الأمر الآخر تبقى المقابلة الفكرية للطيارات الإرهابية الطيارات الفكرية المغلوطة الطيارات الضارة تمضي بنفس الاتساخ مع العملية العسكرية على الأرض شكرا لك على هذه المداخلة دكتور إيميل أمين مدير مركز الحقيقة لدراسات سياسية والاستراتيجية كنت معنا عبر الأقماص طناعية من القاهرة اشتركوا في القناة